سيب الحديدي شخصياً أصعب مشهد إيه موجد بالنسبال وكان آني مشهد عندوش أي مشهد صعبة لازم يتغز أصعب مشهد كان بالنسبالي لحظة معرفت وأنا طبعاً كان معروف المدام الهانم اللي أنا متجوزها متجوزها ولا إيه إيه متجوزها دي إيه ده متوتر متوتر الله الله مشهد الإجهاض يا ماجد لأ مشهد لما بتقولي أنا حامل ياسيف ده كان بالنسبالي قاعدنا أستاذ محمد طبعاً اتفقنا على أمل بصراحة وقال لي بص عايزك تعديمها العافية هو ده يعني بالمشهد ده المشهد ده هو يعني الليلة بيحبك قوي على فكرة محمد مش عايز أقول لك يا شاكك إحساس ماجد لما عارف وانت بتحكي ان كريم كوجك هو اللي انت كنت شاكك فيه ان هو وطبعاً أنا لسه حكاً بردس الليلة متكتليش جزء اللهم زي كل الأبطال هو ده؟ جبلنا الكلام فطبعاً ده كان بالنسبالي مشهد صعب قوي لأن طبعاً كان البداية على وقت ما كنا بنتكلم على طربيست الصفرة فكان المسألة واحدة واحدة بقى كده وكان عاربتش احساس ماجد ده معارف انه قتل ابنه يعني أنا بالنسبالي مشهد ده انه عارف ان كل ده ظلمها وقتل ابنه يعني ده احساس كان احساس جريب لما كان قاعد بيكلمها في الصورة وقاعد اعتقد المشهد ده الحمد لله حاب المشاهد ده كان حاب المشاهد لقلبي بقى تعذيب تلاقيك وانا شايف الناس دي كلامة علاقة قدامي